السلام عليكم وحياكم الله في موضوع جديد رح نتكلم فيه عن السكرال فيو واحد من اهم المواضيع عندنا في هذا القسم من الدورة وواحد من اهم المواضيع في تصميم وبناء الواجهات بشكل عام السكرال فيو قدمه موضوع مهم ورح تحتاج له في كثير من التطبيقات قدمه موضوع جدا بسيط وسهل اذا احنا عرفنا كيف نتعامل معاه واشي يحتاج السكرال فيو عشان يشتغل بشكل سليم وبدون مشاكل درسنا اليوم ما رح نتكلم فيه بشكل نظري شغلنا كله رح يكون تطبيق عملي فخلونا نقول بسم الله ونروح على الإكس كود الآن انا انشأت مشروع جديد عندي هذه الواجهة الفارغة رح نتكلم عن مثال بسيط جدا تخيل انه احنا عندنا تطبيق متجر الكتروني عندي منتجات المستخدم دخل او ضغط على احد المنتجات دخل على شاشة تفاصيل المنتج وكانت هذه الشاشة هي شاشة تفاصيل المنتج مثل اي متجر الكتروني عندك صورة المنتج او صور المنتج في الاعلى عندك وصف المنتج عندك مواصفات المنتج عندك اضافة الى سلة الشراء عندك التعليقات او التقييمات على المنتج عندك منتجات مشابهة اشياء كثيرة الواجهة ما اقدر ان اصوي كل هذه الاشياء فيها او اطار الواجهة هذا اللي انا جالس اصمم فيه الان ما يكفي ايضا المستخدم نفسه شاشة جهازة ما تكفي العرض كل هذه الاشياء في مكان واحد او في مرة واحدة فيحتاج ان اذا وصل الاسفل يسحب الشاشة الاعلى ويشوف باقي المحتويات الموجودة في اسفل الواجهة فهذه الحركة اللي هو يسويها انه يسحب للاعلى هذه نستخدم معها السوكرول فيو ايضا هنا لو ناخذ مثال بسيط جدا كماند شفت ال ورح نبحث عن يو اي اميج مثلا اضيف اميج على الواجهة لنفترض ارتفاع الاميج يكون بهذا الارتفاع ارتفاع ثابت يعني وراح اضيف اميج ثانية كماند سي كماند في تحت الاميج الاولى لاحظ الاميج الثانية ما تظهر كلها في داخل الواجهة جزء منها ظاهر وجزء منها ما هو ظاهر مخفي انا ما قدر استخدم معهم بكونسترينت واصغرهم انا احتاجهم مثلا يكونون بهذا الارتفاع ما هو شرط اميج لابلز بوتنز اي ان كان المحتوى فانا عندي محتوى خارج اطار الواجهة مستخدم ما يقدر يشوفه انا احتاج المستخدم اذا وصل الاسفل الواجهة يسحب الشاشة الاعلى يرى هذا الجزء المخفي امامه هذه الحركة اللي رح نستخدم معها الـ scroll view الان خلونا نمسح الصور اللي اضفناها ونبدأ نستغل على الـ scroll view اول خطوة سويها اضيف scroll view من الـ library command shift L رح بعض عن scroll view طبعاً الـ scroll view اما اضيفها من الـ library في البداية او انك بعد ما اضيف المكونات كلها على الواجهة تيجي الى خيار الـ embedin ورح تختار scroll view فتضمن المحتوى اللي عندك في داخل scroll view لكن اضافتها من البداية اسهل لك في تصميمك او اريح لك الآن أنا أضفت Secral View راح أضيفها إلى أو أخلي إطارها على إطار الواجهة من اليسار كامل هنا من حدود الـ Safe Area الأمر راجع لك لو حبيثها الأعلى لكن اللي أصح أنك تحطها إلى حدود الـ Safe Area من اليمين نخلي على كامل إطار الواجهة من الأسفل الأمر راجع لك لو تبغى من الـ Safe Area أو لو تبغى من حدود الواجهة كامل اللي يفرق خلونا أنا أحطها كامل عشان أوريكم الفارق لاحظ في الأعلى أنا حطيته Safe Area وفي الأعلى كامل راح أضيفها الآن Add New Constraint راح أعطيه 0 من الأربع اتجاهات طبعاً هنا 0 من حدود الـ Safe Area وهنا 0 من حدود الـ View Enter بعد ما أضيف السكر و الـ View أحتاج أني أنا قبل ما أضيف العناصر في داخلها أضيف شيء يحتوي هذه العناصر يعني مثلاً إما UI View أو Stack View أنا راح أضيف Stack View Command Shift L و راح أضيف Stack View تكلمنا عنه في بداية هذا القسم من الدورة وتكلمنا عن تفاصيله وكيفية التعامل معه بشكل مفصل الآن Stack View هذا Vertical Stack View محتويات راح تكون تظهر بشكل Vertical بإمكاني أضيف في داخلها UI View أو Stack View آخر راح أسحب إطاره على نفس المكان اللي أنا سحبت فيه Stack View من كل الاتجاهات بعد ما أسحبت على نفس إطار Stack View راح أجي من Add New Constraint وأتأكد قبل ما أضيف الـ Constraint إني أنا أضيف Constraint إلى الـ Scroll View وليس الفريم هو By Default يعطيني إلى الفريم أنا راح أختار Scroll View هنا أيضاً نفس الشي Scroll View هنا نفس الشي Scroll View وهنا نفس الشي Scroll View الآن راح أعطيه 0 من كل الاتجاهات بعد ما حددتنا Scroll View Add For Constraint تمام الآن نجي من الـ Document Outline على اليسار لما كانت ظهرها هذه الأيقونة هي اللي تظهرها لك الـ Document Outline في عندك الـ View داخل Scroll View داخل Stack View Stack View كليك يمين عليه ونسحب إلى Scroll View ورح نختار خيار الـ Equal Width تمام ليش أثبت أنا الـ Width لأن أنا بحاجة أن الـ Width يكون الثابت الـ Width ما راح يتغير اللي يتغير معاه يكون Dynamic Height هو المستخدم راح يطلع وينزل التعامل أو التغيير راح يكون في الارتفاع فقط الآن بعد ما أضفت أنا كل الـ Constraint Command Shift L ورح أضيف من Library UI Image طبعاً الـ Errors اللي موجودة راح نتنحل بعد شوي أضيف UI Image بعد ما أضفت الصورة فعلى Stack View راح أعطيه لـ Constraint أربعة Constraint يعني من الأعلى من اليسار من اليمين مما راح أضيف من الأسفل Constraint الرابع اللي يحدد فيه الـ Height راح أحدد فيه الـ Y راح أحدد من خلال الـ Height راح أعطيه مثلاً 200 فالصورة هذه ارتفاعها 200 الآن اختفت كل الـ Errors أصبح الـ Secure View بدون مشاكل أحتاج أضيف مكونات ثانية راح أضيف Command Shift L راح أضيف Label مثلاً الليبل هذا أسفل من الصورة الليبل هذا راح أعطيه فقط ارتفاع خلونا زيد ارتفاعها إلى 50 ما يحتاج أضيف لباقي Constraint لأن Stack View تكفل بالشيء هذا تكلمنا عنه سابقاً Command Shift L راح أضيف أيضاً نضيف Label ثاني تحت الليبل الأول الليبل هذا راح أسميه أو راح أعطيه له نص مثلاً Text فقط تمام ورح أجي أغير الـ Lines إلى 0 حتى يزيد الارتفاع الخاص فيه أيضاً Command Shift L راح أبدأ أضيف بوتن المرة هذه بعد الليبل الثاني يعني نعطي مثال نحن جاسين نضيف أشياء كثيرة في داخل الـ Stack View البوتن هذا راح أعطيه له height راح أغير الـ Height الخاص فيه إلى 50 مثلاً ورح نغير له الـ Background اللي موجود من الـ Attribute Inspector ونعطيه له أي لون للـ Background الآن راح يجي أنسخ كل محتويات الـ Stack View الـ Image الـ Label الـ Label الثاني البوتن Command C Command V نسخ لسق فقط ما سوت شيء لاحظة الآن لما نسختهم ورسقتهم الواجهة تظهر فيها الـ Image الـ Label الـ Label البوتن بعدين الـ Image الـ Label الـ Label البوتن الثاني ما هو ظاهر جزء منه مخفي لو نسختهم مرة ثانية يعني ثلاث مرات متكرر المحتويات الـ Image والـ Label والـ Label والـ Button لاحظة المكونات الثالثة ما هي ظاهرة كلية يعني يدوب جزء من البوتن اللي في الثاني ظاهر أما الصورة الثالثة والـ Label الثالثة والـ Button الثالث ما هي ظاهرة أبدا لو أرجع هنا على الواجهة كلك على أي واحد من العناصر الموجودة في الواجهة وبأصبعه من التتشباد أسحب للأعلى لاحظة السكرو شغال معي بشكل سليم هذول الحركة نفس اللي تظهر المستخدم لما يبدأ يضع أصبعه ويصحب الشاشة للأعلى رح تظهر معاه مكونات الواجهة اللي كانت مخفية في الأسفل لاحظة لو نشغل الآن في شاشة المحاكاة طبعا الصورة ما أضفنا الصور للأسف خلونا نرجع الآن على الـ Storyboard نقفل الشاشة المحاكاة ورح نضيف صور على UI Image فكلك على الـ Image الأولى ونأتي من Attribute Inspector ورح نختار لها أول صورة مثلا وقلق على الـ Image الثانية نأتي من Attribute Inspector نختار لها أي صورة نسحب شوي للأعلى نسحب أو نحن موجدين أساسا في آخر صورة تقريبا نحن نضفنا الصورة الثانية والثاثة خلونا نرجع للصورة الأولى ونضيف لها أيضا صورة من الصور اللي موجودة في الـ System تمام الآن لو نشغل شاشة المحاكاة ونشوف رح نلاحظ أن كل الصور ظهر بشكل سليم والسكرو تشغال ونقدر نطلع وننزل بدون أي مشاكل لاحظ هذه الصورة الأولى Labels البوتن اللي موجود أنزل للأسفل أطلع للأعلى السكرو وشغال بشكل سليم الآن لاحظ عندي على اليمين شكل المستطيل هذا اللي هو الـ Vertical Indicator اللي يبيلي وين موقعي أنا في السكرو فلو كانت عندي محتويات كثيرة وأبغى عارف أنا وين بالضبط مكاني في المحتوى فهذا يصغر معايا الخط ويبيلي أنا في أعلى المحتوى أو في أسفل المحتوى ولكن لو أنت تحب أنك تخفي الـ Indicator هذا فالخيار سهل جدا من الـ Storyboard كلك على Secrull View وبعدين من الـ Attribute Inspector راح نشيل التشك من على Show Vertical Indicator الآن راح يختفي معنا لو نشغل مرة ثانية راح نلاحظ الآن أختفى ننزل بدون ما يظهر معنا الـ Vertical Indicator أيضا الشغلة الثانية لما أنا أسحب محتويات للأسفل لاحظ تنزل وترجع مكانها لأنني أنا في عالي الواجه إذا كنت في أسفل محتويات Secrull View أسحب للأعلى وترجع مكانها الحركة هذه لو أنت ما حابت تكون موجودة المستخدم وصل للأخير خلاص يوقف ما يطلع الأنيميشن هذا ويسحب للأعلى فهذه أيضا كلك على Secrull View تعالي هنا في Attribute Inspector عند البونس and Secrull نشيل التشك من عليها والآن نجي نشغل شاشة المحكامة مرة ثانية راح نلاحظ أن الحركة هذه توقفت عن الظهور لاحظ أنا الآن في أعلى الواجهة أحاول أسحب للأسفل ما يظهر معاي نفس الشي لو نزلت أنا للأسفل الواجهة أحاول أسحب للأعلى أيضا ما راح يسحب معي Secrull View مرة ثانية للأعلى أيضا راح نتكلم عن الجزئية اللي احنا أول ما أضفنا Secrull View حدود Secrull View نفسه احنا في الأعلى حطيناه من حدود Safe Area في الأسفل من حدود الواجهة ككل فلو نشوف في شاشة المحكامة في الأعلى لاحظ وين يوقف Secrull View شايف البتن حدود Safe Area خلاص يوقف هنا البتن يبدأ يختفي عندي من حدود Safe Area فالسوكرو لأن حدودها في الأعلى هي حدود Safe Area فخلاص المحتويات تبدأ تختفي من هذا المكان أما في الأسفل أنا حطيتها من حدود الواجهة ككل فلاحظ عندي البتن وين ظاهر إلى أسفل الواجهة كامل فهذا فعليا في التصميم مو شي صح أنت المفترض أن تحطها من حدود Safe Area فقط بس أنا سوي عشان أوريكم الفارق ما بين الأثنين لما تحطها Safe Area ولما تحطها على حدود الواجهة كاملة فهنا تبدأ المحتويات في الأسفل تختفي من حدود الواجهة ككل والأمر راجع لك بالنهاية في التصميم جزئية أخيرة أتكلم عنها في Secrull View دعونا نقفل للسيميليتر اللي هي لو أنا حاب أصمم شايفين الجزء اللي هنا في الأسفل أنا حاب أشوفه وأنا أصمم أنا أضيف اللابل جانب لابل جانب أيقونة في لها Constraint معين راح أضيف UI View وأرسم وأضع بداخل أشياء بشكل حر أكثر فيها من Stack View فعلشان أسوي هذه الأشياء راح أضيف View Controller Command Shift L View Controller جديد هذا View Controller الآن شايفين شكل View Controller لو سويت كليك عليه وجيت من خيار Size Inspector وراح أجي من عندي الخيار الوحيد اللي موجود عندي وأنا أمسوي كليك على View Controller نفسه في عندي خيار Simulated Size راح أغيره من Fixed إلى Free Form لاحظ شكل الشاشة هنا أختلف عندي راح أغير الهايت الآن إلى 1500 مثلا شايف شكل الشاشة كيف أصبح بالارتفاع هذا أي شي اللي يفرق معي هنا لو أنا حبيت أصمم شاشة محتويات كبيرة جدا وأضيف لها Secral View أضعها بهذا الشكل عشان يكون عندي أريحية أكثر في الأسفل أني أرسم الأشياء وأضع المحتويات بشكل مريح جدا لي وأنا جالس أشوف وحط له Constraint خاص فيها طبعا الطريقة نفس الطريقة الأولى Command Shift L وتبدأ تبحث عن Secral View وضيف Secral View على الواجهة هي واجهة عادية فقط الارتفاع اللي اختلف عندنا فأنا أضع إلى حدود Safe Area مثلا ومن اليمين من اليسار كامل الحدود من الأسفل إلى حدود Safe Area كذا أضفت Secral View بعدها رح تجي تضيف إلى Add For Constraint 0 من الأربع اتجاهات Add For Constraint Command Shift L رح أضيف إلى Stack View Vertical Stack View هذا رح أجي أضيف من اليسار ومن الأعلى على نفس إطار Secral View اللي أنا أضفته ومن الأسفل أيضا نفس الشي أسحب إلى أسفل الواجهة وأبدأ أضيف لنفس الحركة اللي تكلمنا عنها قبل شوي أعطيه من حدود Secral View ومن الأعلى ومن Secral View من اليسار Secral View من اليمين Secral View من الأسفل وأتأكد أني أنا عندي أعطيتها 0 من الأربع اتجاهات Add For Constraint يبقى عندي خطوة الأخيرة أني أعطيه كليك يمين عليه وأسحب إلى Secral View في Document Outline وأعطي Equal With الآن أول ما أضيف أي محتوى عندي UI Image مثلا أو دعونا بلاش UI Image المرة هذه منضيف مثلا Button تمام البتن هذا أول ما أضيف للStack View خلاص اختفت الرأس اللي موجودة عندي البتن هو حدد للي هو موجود فيه حتى ما حدد منه المسافة من الأعلى ولا المسافة من اليمين ولا اليسار هو يكتفي فقط بوجود البتن خلاص هو يعرف من البتن هذا أنا لا يقدر أمده لليمين لليسار من الأعلى أبدابه من فوق وأعطي height الافتراض اللي هو موجود فيه 30 أنا أغير height فقط إلى 50 خلاص غيرت الآن أبدأ مثلا أضيف Command Shift L سأضيف UI View UI View سأضيف بعد Image أو عفوا بعد Button في Stack View UI View مختلف يجب أن أعطي Constraint فأحتاج أني أنا زي زي الامج يعني رح أعطي من الأعلى 0 من اليسار 0 من اليمين 0 وأعطي له height مثلا 300 أو 500 الآن UI View أقدر أرسم فيه بأريحية أكثر من Stack View فأقدر أضيف المكونات هنا في الأعلى على اليمين على اليسار في الوسط أي مكونات أضيف فيه بإمكانك تضيف في داخل Label بإمكانك تضيف في داخل Button Image أي شيء تضيف في داخل UI View هو UI View مثل View الخاص بالواجهة تضيف أي شيء في داخله تضيف Constraint خاص فيه فاللي يفرق معي في الواجهة هذه أني أنا إلى هنا أقدر أضيف أشياء وأيضا في الجزء المخفي منها أقدر أتحكم وأضيف مثلا UI View وأرسم في داخله بكل أريحية بدون أي صعوبة أو أي إشكاليات الحدود التي نحتاجين فيها من أعلى الواجهة للأسفل يمي للإسار بعدها نضيف إلى Constraint من الأربع اتجاهات بعدها نضيف شيء يحتوي على المحتويات لا أستطيع أضيف المحتويات بشكل مباشر أن يضع Image Label Button لا سأضيف Stack View أو UI View وأي إن كان منهم على حسب احتياجك إذا حاب تستخدم UI View أنسب لتصميمك أو Stack View وأنسب لتصميمك فمثلا في الواجهة الأولى عندي Stack View يفي بالغرض عندي وسهل جدا التعامل معه فأضفت Stack View وضعت المحتويات في داخله لو أنا عندي محتويات لا تنفى مع Stack View أو متعب فيها Stack View أحتاجها أنها تكون رياحية أكثر أو حرية أكثر في رسم العناصر و Constraint عليها فعادي بإمكان يضيف UI View بإمكان يضيف Stack View في داخل UI View كل الاثنين متداخلين مع بعض ومرينين جدا في التعامل فتضيف كل المحتويات اللي عندك وأهم شيء أن يكون عندك Constraint لو أضفت Image تحتاج أنك تضيف لها من اليمين واليسار والأعلى والارتفاع الخاص فيها لو أضفت UI View نفس Image لكن لو أضفت Label أو Button فالStack View هو يعرف العرض الخاص